السعودي عبدالله نتيجة معنوية فنية للجمهور ولللاعبين وش تقول فيها والله طبعا الأهم من هذا كله هو تجمع المنتخب وطلاع المدرب على الفريق وعلى اللاعبين وعلى كيفية الأداء وعلى نفسيات اللاعبين وعلى أشياء كثيرة يعني كمعسكر هي المباراة بحد ذاتها طبعا لها أهميتها ولكن ما هي أهمية تجمع اللاعبين مع المدرب لمعرفة إمكانيات اللاعبين وحتى نفسيات اللاعبين ترى أشياء مهمة تخفى على الجميع قرب المدرب للعبين تحسس مشاكلهم أو نفسياتهم هذه مهمة جدا جدا للغاية فبالنسبة للمباراة طبعا ما في شك زي ما ذكرت لك منها فائدة تطبيق تكتيكات معينة ولو أن زي ما تفضل الأخوان أن المنتخب الجزائري يرعب بالصف الثاني أو الفريق المحلي ولكن في جملة تكتيكية عملت يعني أنا شفت شطر أول وشفت جزء من شط ثاني حقيقة أعجبني يعني التطور في أداء المنتخب جميل أبدالله المسند يعني من مكتسبات المواجهة اليوم هو انتصار بهدفين ما دخل مرماك هدف شباك نظيفة أيضا نفضت الغبار شوي عن موجة الغضب اللي كانت في المعسكر الماضي صح ولا لا صحيح صحيح والحالة المعنوية وكسب ثقة الجماهير مهمة جدا في هذه المرحلة بالذات المنتخب زي أنا أنا تابع المنتخب بكثابة الفترة الأخيرة أشوف حتى الجو الأسري داخل المعسكر يعني جميل جدا وراقي جدا بصراح فيه فيه علفة وأخوة بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري فالمعسكر في أسبانيا له مكتسبات كثيرة وإن شاء الله تكون نتائجها في المستقبل في المرحلة ما قبل الأخيرة والأخيرة للمنتخب أنا أرى أن هذه المباراة لها مكتسبات كثيرة بكل أمان برغم يعني برغم ما كانت قوية كثير يعني زي منتخب الإيطاليا والألماني واليوناني في المرحلة القادمة ولكن فيها جمال كثيرة تكتيكية طبق اللاعبين أفكار المدرب بيتزي اللي بصراحة هذا مكسب للكورة السعودية أنا أتمنى يستمر معانا أكثر من ثلاث أربع سنوات يعني يكون لنا منتخب قوي بيتزي بصراحة يعني بدأ يختار في الفترة الأخيرة بعض اللاعبين المساندين للمنتخب الأول اللي بكل مستقبل باستقبل بإذن الله ليه قلت مكسب بيتزي؟ بيتزي لأن أصل بيتزي مدرب كبير مدرب منتخب الأرقائي حقق بطولة كوبا أمريكا يعني قدام البرازيل والأرجنتين ليس بسهل هذا بيتزي يلعب الكرة الجنوبية اللاتينية التي تتوافق مع اللاعب السعودي اللاعب السعودي يعتمد على المهارة أكثر من التكتيك العالي جدا زي ما نشوف دولة الإنجليزية والألمانية يعتمدون على الانضباط أكثر نحن نلعب بالمهارة ولكن إذا منزجت المهارة مع الانضباط حققنا نتائج جيدة أنا أتمنى بيتزي يستمر معنا زي ما قلت لك مدرب كبير يعني مو مدرب مبتدأ أو مدرب يعني نكتشفه حنا هنا في كرة السعودية ولكن الكأس العالم طموح ومطمع لأي مدرب وهذا إن شاء الله بيتزي ما يعمل عليه بإذن الله في كأس العالم في روسيا معلش بيتزي كان مدرب أي منتخب؟ أرقواني تشيلي 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 سوري سوري تشيلي سوري أحقق بطولتين معه ومسفرات وصيبه هو أسباني أرقواني هو أسباني أرقواني معلش سوري لك في النبر شون اليوم بقد أعدلك واجد شكلي أكبر أعدله لا بحقق طيب بريح